موسيقى قال مدير مديرية الاحوال المدنية والجوازات للعاصمة سلمان لقضاء لمراسل رؤية ان حالات الطلاق في المملكة ارتفعت بصورة كبيرة منذ بداية هذا العام قياسا مع حالات الزواج خلال الفترة ذاتها ومقارنة بالسنوات الثلاث الماضية مبينا ان اغلبية المطلقين اعمارهم دون سن الثلاثين عاما ويقع الطلاق قبل الدخول مقارنة بين حالات الطلاق والزواج خلال السنوات الثلاث الماضية نلاحظ انه في عام 2013 وحتى الان كان عدد حالات الطلاق 10.525 حالة الطلاق مقارنة ب57.118 حالة زواج اي ما يقارب 30% من حالات الزواج التي تمت خلال هذا العام ولغاية الان 2012 كان حالات الطلاق 13.081 حالة طلاق في حين كان الزواج 76.899 حالة زواج 2011 الطلاق كان 10.986 حالة طلاق الزواج كان 67.074 حالة زواج وكان تقرير رسمي صدر عام 2009 بينا ان المملكة احتلت المرتبة ثانية عربيا بعض مصر بحالات الطلاق السن الطلاق يتركز معظمه قبل الدخول او عند الشباب اللي اعمارهم دون الثلاثين طبعا هذا بتركز على النواحي الاقتصادية عدم قدرة الزوج تلبية حاجات الزوجة او طلباتها مع اهلها فبكون الانفصال او الطلاق من اهم اسباب الطلاق هو غياب الوعي عن حقيقة الطلاق وكون هذا الطلاق هو حل نهائي واخير للعلاقة بين الزوجين يعني هو ليس ناتجا عن موقف بين الزوج والزوجة فعل وردة فعل كلمة ورد غطاها لا هو عبارة عن حل نهائي واخير تسبق سلسلة من الاجراءات الشرعية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ثم بعد ذلك من الاسباب التي تفشى الطلاق بسببها ايضا هو السبب الاقتصادي كثرت متطلبات الحياة بالنسبة للزوجة بالنسبة للأولاد بالنسبة لإيجار البيت بالنسبة للطعام والشراب والمدارس وغيرها من الامور الترفيهية ايضا التي اصبح كثير منها اساسيا فبالتالي اصبح العبء الاقتصادي على الوالد وعلى الزوج كبير فيلجأ كثير من الازواج للتنفيس عن انفسهم عبر الطلاق وهو ناتج عن القضية الاولى وهو غياب حقيقة الطلاق عن الاذهان ترجمة نانسي قنقر